كان عندنا بقى حاجة تانية وهي مستر كولر هذا الرجل اللي بشوف انه هو كل يوم بيثبت اقدامه اكتر وعلى فكرة اشطر وانجح واحد مش اللي ما بيغلطش لان القاعدة بتقول انه ما فيش حد ما بيغلطش اشطر وانجح واحد هو اللي بيتعلم من اخطائه وكولر مدرب بيعرف اتعلم من اخطائه مش بس هقولك بعد مباراة سانداونز والسلسلة الانتصارات اللي بيعملها وحجم النجاح افريقيا ومحليا في ثلاث مباراة في الدورة بيكسبهم وافريقيا في كل المباراة اللي بيكسبها ومباراة الرجاء اللي بتعادل فيها او في بطلطين بيلعبهم امام برامدز سواء الكاس او السوبر وبيكسبها مش دي الكصة القصة التفاصيل ودايما بكلمك على التفاصيل كولر لما قبل كده قبله مدرب زي طارق العشري قدر فنيا ان هو يلعب قدامه مباراة جيدة جدا كولر مقدرش يسجل فيها وكولر كان عنده مشكلة فيها كولر لما قابل طارق العشري تاني مرة كسبه بسلسية ليه؟ لان هذا الرجل يجيد مراجعة افكاره واوعى للاحظة تفتكر ان نجاحات كولر بالصدفة مستحيل مستحيل نجاحات كولر تكون مصدفة نجاحات كولر المتصدر في الدولي واللي قدر في طريقه ان هو يوصل لنهاية افريقيا ويحقق قفوس كبير واللي يقدم احد امتع نسخ النادي الالف كاس العامل الاندية واللي قدر ان هو يكسب بيرامدز في ثلاث مباريات وهو اول مدرب اجنابي يعمل ده واللي قدر ان هو يكون متصدر في الدولي واللي يقدر يكسب سوبر وكاس وسوبر كان هو هتفتكر ان ده بالصدفة لو انت شايف ده بالصدفة يبقى صدقني محتاج تعيد كل تقييمك لأفكارك في كرة القدر ده عشان مدرب بيجيد بيجيد مراجعة افكاره وبيجيد تحضير فريقين شايفينهم في النادي الاهلي دلوقتي هتلاقي في كل مركز انت عارف حد مصنف ان هو يقدر يشيل المركز ده ومع حد بينفسه على المركز وده اللي عمله كولر روتاشن انت محسدش به وقدر يوصل للفريق بالحالة البدنية ده افكار فنية كهرباء اسأل نفسك كهرباء اللي رجع من ايقاف ست شهور الناس بتقول اصل كولر تطوير اللاعبين مين اللي مخلي كهرباء بالحالة دي لو انت فاكر ان هي صدفة يبقى المشكلة عندك انت مين اللي خلى بيرسي تاو بالحالة الفنية دي لو انت فاكر ان هي صدفة يبقى المشكلة عندك انت مين اللي بدي ادوار جديدة الحمد فاتحي مين اللي خلى مروان عطية لما يدخل في النادي الاهلي يبقى عنده الادوار دي مين اللي خلاك بتشوف افضل نسخة لمحمد هاني مين اللي خلى معلول في السن ده بالمستوى ده مين ومين ومين هو كولر هو المدرب الصفقة السوبر هو المدرب اللي اخترته في وقت صح ما عنديش مشكلة كان عندك اختيار لسوارش ولكن انا دايما بقول اهم شيء مراجعك النفس انا مش حبقى موجود في قطر انا عايز اروح عصوان ولقيته رايح اسكندرية وكمل فيه لا حرجع وعدل الوجهة بس الشطارة انك توصل في معادك وانت عرفت توصل في معادك كولر ملك السلسيات كولر ملك السلسيات ارقام مختلفة الكولر في 12 سلسية 12 سلسية الكولر المسم ده محل حتلاقي افريقيا حتلاقي سوبر حتلاقي كولر ما سابش حد يا جماعة 12 سلسية سجل النادي الاهلي فيهم 36 هدف واستقبل فيهم هدف واحد ده ليه مدلول مهم جدا ليه مدلول مهم جدا رقم استقبالك للأهداف في 12 سلسية لازم تقعد عنده انت استقبلت هدف واحد عارف ده معناه ايه معناه ان حتى وانت بتحاول تحقق نتاج هجومية قوية وتطبق فلسفة هجومية قوية بتستقبل هدف واحد يعني انت مش فريق مندفع انت فريق عنده توازن انت فريق عنده قدرة الواضحة انه انت بتحقق افكار هجومية واضحة بتكون متزن دفاعيا ودي صفة الفرق الكبرى والكبرى جدا ده اللي بيحققه مارس الكولر ودي رحلة النادي الاهلي مع مارس الكولر المدرب اللي يستحق ان احنا نديله كتير جدا 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 من التقدير على المستوى الشخصي هو المستوى الفني وانا على المستوى الشخصي من مريدين ومن محبين مارس الكولر اللي شايف فيه واحد من افضل المدربين اللي تم اختيارهم بتدريب النادي الاهلي اشتركوا في القناة